اول حاجة عايز اعرفها اي عروسة قررت انا النهاردة انا مثلا بعد ثلاث اربع شهور فرحي انا قبل قد ايه اروح لماهر او احجز عنده حتى وليه هلا عمتا لازم يكون قبل بشهرين اقل شيء شهرين ده اقل حاجة فيه شغلات لازم نعملها step by step للشعر مشان يبقى كويس وقت الفرح في اياما شعر بيكون تالف في اياما شعر بيكون محتاجة color في ايام كتير شغلات بتكون محتاجة للشعر قبل يوم الفرح اوكي يعني هي ممكن يبقى شعرها تالف فانت تقول لها قبل شهرين عشان انتوا كل شوية بتعملوا الجلسات والحاجات بتاعت العناية بالشعر دي تماما سمعتوا يا بنات دايما البنات لما بيشوفوا صورة عروسة وانا متأكدا بيحصل معاك ده بيقولوا له احنا عايزين زي العروسة دي طيب اعملي زي ما عملت العروسة دي وراحت له عملت تريتمنت وحافظت على شعرها حتى اللون اللون ما ينفعش ان احنا قبل يومين تلاتة ان احنا نعمل لون وعايزين يبقى واو في الفرح فبليز خدوا بالكم اللحظات دي عشان دايما البنات بتسأل نفس الاسئلة وفي بنات بتتحسد بسبب ده مع ان هم عملوا كل حاجة قبل الفرح ودائما بيكون في بنات بالافراح بتكون شايفة صورة حلوة بدي تعمل مثل يوم الفرح يوم فرحة بس هي بتكون اياما موديل الشعر اللي هي طالبة ما بيليق عليها او ما بيليق على شكل الادرس اللي هي لابسته اوكي دايما بيدي يكون في بروفا قبل الفرح نعمل بروفا نشوف بروفا طبعا لازم يكون في بروفا نشوف الشي اللي يليق مع الادراس يليق مع تدويرة وشها مع شكل وشها يعني هي بتجيلك قبليها بتعمل بروفا كأنها كأنها يوم فرحة اوكي نعمل بروفا من تكون بشوف صورة الادراس من نشوف الطرحة نعمل بروفا يتكون شي لايق على ستايل وشها اوكي طيب ماهر لو جات لك بنوتا وقالت لك انا عايزة الصورة دي مع ان انت كماهر انت عارف ان دي مش هتليق على وشها بحاول اقنعه كتير ولو ما اقتنعتش ما بيصير لازم اقنعه بتحاوله طبعا لازم اقنعه مية بالمية اوكي عايزة اقول لكم ماهر اصلا عمل الفنانات كتير ممكن معاكم الصور صح ممكن نعرض الصور عايزة اوريكم من الحاجات اللي ماهر عملها عشان دايما في بنات بيروحولوا بالصور دي ماهر احنا عايزين بصوا اول حاجة الكلور ده هو اصلا ماهر شاطر جدا بالوان الاشقر او البلوند شايفين اللون قدق بعدين حلو ان انت يعني لما كانت البنت لون بشرتها فاتح انت بتعمل حاجة تليق معاها يعني حتى بص تب ماهر لو بانوتا جت وشعرها اصلا احنا كده كده بنعرض الحاجات بس عايزة اسألك سؤال عشان ما ننسهوش لو بانوتا جت لك لون شعرها غامق او شعرها تالف وما نقدرش نحنا نعملها بلوند وهي مصممة ان هي تعمل بلوند كتير بلوند وشعر كتير بيكون فيها ضميج بكتير بيكون تعباد ما فينا نعمل بلوند انا ما فينا اشتغله في كتير ناس بيجو بدون يعملوا الوان فاتحة ما بقدر اعملوا بعمل تيست بالاول للشعر شوف الشعر اذا هينفع ولا لا تيست اللي هو على خسله خسله بسيطة من ورا منشوف الشعر اذا هستحمل ولا لا في منهم بيقولوا لا بدي هذا اللون اذا هيتعب شعري ولا لا انا ما بعمله يعني الموضوع فيه كمان شوي نعملوش خالص خالص الموضوع فيه شوي مصداقية يعني الموضوع مش بس انه مش بس بيزنس انه بدي نفس هاداللون نعمل هاداللون بس ما هو عشان كده وللامانة ان ماهر ولا مرة عمل البنوتة ولقينا مثلا على الجروبس والحاجات بتاعت البنات وانه بسه عمالي مش عارف ايه اللي بيحصل معا ده بيبقى هي راحة الهيردراسر هو قال لها او يمكن كون مقلهاش عشان هو عايز يشتغل لها وكده كده فلوسه ده خلاله بالنسباله وده بيزنس بيعمل لها شعرها وبعدين شعرها بيتحرق صح؟ فبتدي تشتكي فعشان كده ماهر عشان ما يوقعش بدا هو بينصحك من الاول فما تزعلوش ده بالعكس ليكي انت شعرك عشان تقدر يتحفظي عليه هو بينصحك بيقولك ممكن نعمل لون قريب لكذا بس اللون اللي انت عايزه مش هينفع اذا بطل الشعر فترة المعالجة بتكون لها شعر كتير كبيرة بقى حرام